تتواصل لليوم الثاني أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة التي تعقد بالقاهرة تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا وذلك بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية تتضمن النسخة الخامسة من المؤتمر أربع جلسات حيث تتناول الأولى فرص وأفاق الاستثمار في مصر ومن المقرر أن تتناول الجلسة الثانية التعليم والتدريب وتأهيل الشباب أما الجلسة الثالثة من المؤتمر فسوف تنعقد تحت عنوان الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بينما تنعقد الجلسة الرابعة بالمؤتمر تحت عنوان تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج